موسيقى فوقهم يومئذ ثمانية ويستظل بظل عرش الملك جل جلال ربي مجموعة من الخلف مين دون يا رب اجعلنا منهم يا رب يا رب اجعلنا منهم يا رب اجعلني واخواني واخواتي منهم برحمتك يا ارحم الراحمين سبعة درواية يظلهم الله في ظل في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله مين دون امام عادل حاكم عادل شوف ما كانت الحاكم العادل فين الامام العادل الذي يسعد رعيته وتسعد به رعيته في ظل عرش الملك امام عادل وشاب نشأ في عبادة الله الله ايها الولد والابن الحبيب يا من استعليت على شهواتك يا من استعليت على الشبهات وقبطت على الدين وكأنك تقبض على الجمر وسط هذه الفتن أبشر والله العظيم بشرة لو حبست نفسك حتى تلقى الله والله لا يساوي هذا في جانب هذه البشرة أي شيء حبيبنا المصطفى يصف الجنة يصف الجنة تبقى النبي شفها ده دخلها ده دخلها ده دخلها والمعراج أيوة روى الإمام مسلم في صحيحة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الكسوف ما دي إيده كده عاوز أخذ حاجة وبعدين رجع تكعكع أنا تأخرتان الصحابة استغربوا أوي بعد ما خلص النبي يقولوا لي يا رسول الله رأيناك فعلت شيئا لم تفعله رأيناك تناولت شيئا ثم تكعكعت أي تأخر فقال الحبيب رأيت الجنة وتناولت عنقودا منها الله أكبر ولو أخذته لأكلتم منهما بقيت الدنيا أوصفين للجنة يا رسول الله قال إيه خلي بالك قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة أنت عرف اللبنة يعنيه الطوبة الطوبة اللي بتيبني بيها بس اللي بناء الجنة بقى طوبة دهب وطوبة فضة طوبة دهب وطوبة فضة تب بالله عليك يا أخي بالله عليك عاوزك تتصور معايا لبنة طوبة ذهب وطوبة فضة المونة المونة اللي بينه التوبة الدهب والتوبة الفضة تبقى ايه تبقى طين مستحيل طب تبقى اسمنت والله مستحيل اما انت تبقى ايه تبقى مسك الله مسك الله لبنة من ذهب ولبنة من شبه وميلاطها الملاط يعني المونة شوف كلام سيدنا النبي حلو جميل ازاي احنا يا انا هو الله يسطرنا انا ما شوف كلام النبي وميلاطها المسك المونة بينه التوبتين مسك يا خبر بيض طيب المونة اللي الطب بقى والحاصة اللي في ارضية البناء الذهب والفضة واللي بمسك ده الحاصة في الارض يبقى ايه وحاص بقاوها اللقلق والياقوت والمرجان تبقى التراب مسك والحشيش الزعفران من يدخلها ينعم ولا يبأس فيه نعمة فيش بؤس لا يبولون ولا يتغوطون ما فيش لبون ولا غائط في الجنة الله مش هنأكل ولا ايه انت هتكل وتنبسط وتبقى تمام ما شاء الله انت معلك بس تشتهي شيء اللي يقول سبحانك اللهم ما تطلبش انت بس سبح سبحانك اللهم تجد ما اشتهت نفسك امام عينيك وبين ديك ما ازكى ولا اضياء افلا اعطيكم افضل من ذلك عن معاذن بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وانه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيء وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال الا ادلك على ابواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المطار شادي رفقته ويغريها وتحن الابل في الوادي فلا تنسى بواديها ينادي الملبل الشادي رفقته ويغريها وتحن الابل في الوادي